كما أعلن المهندس صارق الملة أن حقل ظهر يشهد إنجازات كبيرة الآن وأن الإنتاج سيصل لمليار ومائتي مليون قدم مكعب غاز يوميا قبل شهر رمضان دخلنا الوحدة التانية أو اللي احنا هنسميها بيسموها ترين وان ودي يمكن انتوا عارفين وأعلن عنها في 24 أبريل الماضي وإحنا كمان دخلنا من يومين ثلاثة الوحدة التانية وبالتالي إحنا النهاردة عندنا ثلاث وحدات شغالين أو ثلاث خطوط شغالين في مشروع ظهر وبالتالي إحنا النهاردة اللي فئتنا لنديه النهاردة شغالين في تجارب التشغيل وصلنا لحوالي 900 مليون قدم مكعب في اليوم والمستادة في مليار و200 مليون قدم مكعب في اليوم وهنوصلهم في خلال أيام قليلة جدا وده زي ما كنا وعدين قبل رمضان إن شاء الله وده اللي وعدنا به